أهلاً بحضراتكم من جديد وبرحب بضيفي لعب الفريق الأول لكرة لدي الرجال وأصحاب الربعية هذا الموسم أبطال أفريقيا والدوري والسوبر الأفريقي والسوبر المصري معايا محمود عبدالعزيز أو الشهير بجده لعب الدائرة في نادي الأهلي أهلاً بيكا محمود أهلاً بحضرك منورنا وألف مليون مبروك الله يبارك على جديد يمكننا احنا كنا تقابلنا قبل كده آخر مرة لما كنت راجع مع المنتخب صحي جدا؟ وجده وراج دلوقتي مع النادي الأهلي وما شاء الله يعني أنتم سنة دي يعني مأسرتوش وبازلتوا موجود الحقيقة يعني يعني أو موسم نجح بكل المقيس الحقيقة هبتدي معاك من البداية كان يمكن الموسم كان طويل بدأتوا بألعاب أفريقيا أو بالألعاب الأفريقية أو الأبطال الأفريقية وسافرتوها والحمد لله فزنا بيها كلمني عن الموسم إيه أبرز المحطات اللي أنت النهاردة توقفنا عندها أو اللي كان فيها أزمة حصلت أزمة للفريق لأن دائما أنت بتفتكر اللحظات الصعبة كلمنا عن الموسم بشكل عماما والله يعني إحنا في الأول عملنا فترة إعداد يعني كويسة جدا وجهزنا لها من جميع النواحي بدنيا وزهنيا وإنه كمان عشان يعني كل حاجات طبعا ما نعمل عشان النادي وعشان الجمهور وروحنا بطولة البصنة دي كمان في البداية نعم رحنا بطولة البصنة ولعبنا نهائي كان قدام برشلونا بقى كيار جيانا طبعا دي كانت فترة إعداد للأفريقيا والحمد لله رحنا واخدناها طبعا يعني أول فترة الإعداد هي اللي بنت كل ده فعلا فعلا يعني فترة الإعداد بتبقى مهمة يعني ساعات بيبقى فترة الإعداد يعني محدش بيديها اهتمام قوي يعني بيقولك لما خش في الموسم بقى بقى أجهز انت النهاردة بتقول لي كلمة احنا عارفينها ومتأكدين منها ان فترة الإعداد اللي وقايفتكا الرجلكم أكيد أكيد ده وقايفتنا على رجلها كمان لما يكون معنا يعني جهاز فني كامل بالأسامي المحترمة دي فلازم نقفع على رجلنا يعني طبعا دكتور عمر المسؤول عن فترة الإعداد كبدانيا وكابتن ديفيد وكابتن محمد إبراهيم وكابتن فينيو وكل الاسطاف يعني كان موجود معنا وابو عبد الله وكل الناس دي يعني عشان كمان ديفيد يعني الحتة الأوروبية دي موجودة ففيه بقى اللي هو من ثالث اللي هي بتاعة الأكل بحزفيره ما بيهزرش معكم طب إزاي بيكنترول الأكل ده يعني برضو أنا في تفاصيل جون بعرفه واش خلي بالك إذا نهاردة بتكلمني عن ناحية بدنية طب هروح ليها وعرف إزاي تمرينكم بدنية بس الأكل نهاردة مستر ديفيد ديفيد بيسطر عليه إزاي يعني بيعرف إزاي أكلكم حتى لو أنتم في معسكر مفتوح لا ما هو بقى إحنا إحنا كلعيبة إحنا عاوزين نعمل يعني المسيم اللي فات إحنا المسيم ده أحسن الحمد لله فإحنا عاوزين مثلا نعمل للنادي والجمهور وكل الناس تكون مبسوطة بالشكل العام للفريق فإحنا الأكل مثلا بيكون معاشي معنا بيقوا فيه بلان في الأكل ومبعوتاننا كلنا تعالوا تختلف من اللعيب للتاني؟ أكيد وكمان الإنباضي بيكون موجود كل إسبوعين بتتقيس الدهن إيه أخبارها المسيمس المية في الجسم كل ده يتقاس فأنت الأسبوعين لازم تبقى أنت طب لو لو قدر الله لعب إرياته خرجت عني الطبيعي بيحصل إيه؟ يعني بنحاول يرجع تاني طيب بيحاول يرجع تاني طب يعني ما قدرش يرجع وزنه زاد يعني أنا الله أكبر أنت أوزانكم كلها السنة دي 100 مية كان فيه أوقات كنا لقينا ساعات محسن زاد شوية في الوزن مش عارف مين اللعيبة زادت في الوزن ولكن السنة دي أنا مرحشتش حد وزنه زاد بس هو بيبقى إيه؟ يعني المرأبة دي لو حد وزنه زاد شوية بيحصل إيه بقى؟ هو الموسم كله عموما يعني ممكن ما يبقاش في أي حد زاد فيه ممكن مثلا رمضان هتلاقي الموصل زألت شوية مثلا في أفريقيا طبعا عشان طبعا حداك عارف ما فيش ولا أكل ولا شرب فمعتمدين بقى الطاقة اللي احنا ماشيين بها دي فالحاجات دي احنا طبعا بنسيطر على بقى معنا الميزان معنا كل حاجة الدكتور طبعا بيكون معنا ماشي بكل خطوة مع كل العيب برافو ويعني العيبة محافظة من أساس من بداية نفسها نفسيا عشان هي عاوزة تعمل حاجة يعني احنا عاوزين نعمل حاجة الموسم ده السنة دي فمحتاجين حجبه نفسه كله طب قول لي بأمانة الشغل ده كان بتعمل السنين اللي فاتت بأمانة يعني انت أكيد تسعدت انت عب العيب صغير ولكن انت تسعدت سنواتك الطويلة علي ممكن أقول تاعة اخر تاعة اربعة سنين انت كنت قرأيب بالدرجة pozy هل كان بيحصل في السنوات اللي فاتت الكلام ده لذبط الميزان لذبط الاكل البرنامج التغذية المحطوط مظبوط ولا ما كانش بيحصل ما كانش بيحصل مش قوي دي حاجة بتسعدني مش قوي دي حاجة تساعدني اللي احنا اتطورنا في المجلة ومهم جداً للكرة اليد لعبة عنيفة محتاجة تبقى بدنياً جاهز وده اللي خلينا في الثلاث مطشات نوصل للمطش الثالث الله أكبر وقفين على رجلين طيب ده الغزاء في ناحية البدنية دكتور عمر حدق قلت ان هو اللي كان ماسك الاعداد البدني دي اتمرانه ازاي اعداد بدني هل في برنامج لكل العب ولا اعداد بدني للفرقة كلها لا هو الاعداد البدني بيكون للفرقة كلها البرنامج بتاع الفرقة كلها بس لو فيه العيب يعني هو بيكون باصص على كل العيب والجهاز الفني برضو بيكون باصص كله على كل العيب لو نقصوا حاجة هم بقى ساعتها ايه بيشتغلوا عليها بياخدوا كل العيب لوحده ويشغلوا في الحتة اللي هو نقصوا فيها عشان يخلوه اعلم اللي هو اصنا الطبيعي بتاعه برافو طب انت انت على مستوىك الشخص بقى ايه ناحية البدنية اللي اتتكوا عليك فيها او دكتور عمرو ولا انت الحمدول اكت الدنيا معك مزبوط لا لا اتكوا معي لان انا طبعا او ما دخلت اول الموسم ده كان الموضوع عليك ديه طبعا طبعا اه طبعا فبالنسبة ان انا افضل محافظ بقى طول السنة على الدهون ما تزيدش وان المصر زي تفضل زي ده هو الموضوع في الاول كان صعب وكل حاجة بس يعني خلاص انت نفسك تعمل حاجة وزي ما وبقى Life Style بقى Life Style خلاص انت عاوز توصل للحاجة اللي انت بتتمناها فهو انت بتدوس على نفسك وبتدوس على اي حاجة بره في حياتك علشان توصل للحاجة دي انا عايز اقولك يا محمود ان انت يعني اكيد مبسوط ان انت مع الجيل ده اكيد مبسوط مع الجيل اللي او الله يعني انا عايز اقولك يعني كلكم محظوظين اكبركم لو اتكلمنا مين كابت الفرق المصري مثلا طبعا لو نزن الاصغر لعب الفرق الايام دي انتو مش هتنسوها خلي بالك طبعا يعني ايام جميلة جدا وايام فيها مكسب فطبعا العام اللي فيها مكسب دي ما بتتنسيش خلو طيب هنعدي فترة الاعداد كان فيه تركيز جدا وانا الحقيقة بشكرك ان انت لفت نظري الموضوع فترة الاعداد لان فترة الاعداد دي فعلا اللي وقفتك وعرجلكم نتمنى ان شاء الله السنة دي يكون نفس الكلام ومشاركة اللعيبة في الامبياد متعة التناشر طيب عدينا وبعدنا نخش بعد كده على مطشرة الدوري لعبنا شوية في الدوري وبعد كده سفرنا على افراكة يا الابطال الزمالك ما كانش مشارك بس كان فيه فرق هنا قوية كان هدفكو ايه يعني هدفنا ايه لما بلاقيش فرق قوية في البطولة او فرق منافسة قوية زي التراجي وزي الزمالك بيبقى ليه هدف ايه الهدف اللي حطه لكم او التارجة اللي حطه لكم مستر ديفيد ديفيز في بطولة افراكة واحنا كنا دخلين الموسم اصلا من الاول كده من اول ما بدأنا واحنا مش عاوزين يعني يقع منا حاجة زي ما قلت لحضرتك طبعا احنا عاوزين نعمل موسم تاريخي عاوزين نكسب بطولات يعني خلاص ماينفعش ننزل مسلا من المكانة اللي احنا فيها شخصية النادي الاهلي شخصية البطال اللي هو ماينفعش يفضل يتهز لازم نفضل فوق دائما فكان يعني هو ده التارجب بتاعنا ان احنا عاوزين نجمع كل حاجة عشان كل واحد واخرج من الموسم كده مفتخر والناس فرحانة ومش مزعلين حد والنادي كمان يعني يزيد البطولات لان ده النادي الاهلي انا عايزة اقول لك ان انت ردك عجبني جد او والله مش بهزر عايف ليه انا بقول لك ايد يعني انت حطتني في تارجت للسنة كلها خلاص انا مش محتاجة اسأل ليه النهاردة لما اللعبة تبقى حطة تارجت ان انا مفيش بطولها تيلي مني وهلعب على كل بطولة كسبها طب انا عايز تارجت ايهر كده يعني خلاص اي بطولة هلعب انا اسف لو دخلت زي السوبر المصري مباراة واحدة السوبر افريكي مباراة واحدة مش عبا عايز اخسارك بالنهاردة انت والله اكبر يعني 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 المستوى اللي تأدى والدوافع اللي دائما بتحطها نفسك وكانت بايدة